تنافس بين الدعم السريع أو بين القوات المسلحة لا يوجد تنافس بين الدعم السريع والقوات المسلحة الاثنين جسم واحد لم يدم شهر العسل بين عبد الفتاح البرغان ورئيس المجلس العسكري الانتقالي ورئيس مجلس السيادة وبين قائد قوات الدعم السريع ونائبه في مجلس السيادة حمدتي نحن نرى تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب علنا يكذب نحن نقول له أنت عندك تفويض محدد ونحن كنا لك من أنه تجد حالة تعد في الحوار لكن أن تكذب وتتولى إدارة الشعب السوداني بنتردك هذه الاتهامات كانت كفيلة بالضغط على زناد ما بين الطرفين من أسلحة لتشتعل المعارك بين الجيش السوداني والقوات التي كانت يوما من الأيام جزءا منها بحسب تصريحات القائد العام للجيش قبل أن يأخذ القرار بحل هذه القوات ويعتبرها متمردة كلا الطرفين يتخذ من حناية الثورة متكأ لتبرير قتل الأبرياء والعصف بأمنهم من أجل مآرب شخصية أو من أجل أجندات خارجية وبحسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية فإن الأبعاد الجيوسياسية تلعب دورا رئيسا في صراع المتنافسين على السلطة التقرير يضع خطوطا حمراء يحدد بها حدود نفوذ كل من روسيا والولايات المتحدة ودول عربية في رسم صورة أبعادها أكثر تحديدا من صراع قوى داخلية تملك السلاحة وترغب في السيطرة على مقدرات البلاد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين الذي تصل بطلفي الصراع في خطوة لتأكيد نفوذ بلاده الحاضرة منذ انقلاب الجيش على ثورة ديسمبر وجد تفاعلا سريعا من حميدتي ولب رغبة بلينكين في وقف إطلاق النار لأربع وعشرين ساعة وهو ما يراغ البعض محاولة من حميدتي لتقديم أوراق اعتماده لدى واشنطن مع ارتفاع أصوات قذائف المدافع ودوي طلقات الرصاص تخفوت المطالب المدنية ويضعف صوت الثورة التي انتغت في آخر محطاتها قبل المعارك إلى دمج قوات الدعم السريع في الجيش ومن ثم يعود الجيش والقوات المندمجة إلى ثقناتها لتقلب المعادلة ويبقى العسكر في الشارع ويذهب الثوار إلى مساكنهم ترجمة نانسي قنقر